على عجلة من أمره رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لم ينتظر الضوء الأخضر من أي طرف ليعلن أن الأراضي التي ستضم في الضفة الغربية المحتلة بات وضع خرائطها على الطاولة إذ أعلن أن بلاده بدأت برسم خرائط بأراضي الضفة الغربية التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام المزعومة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر كانون الثاني الماضي نتنياهو أكد أن بلاده ستحصل على دعم أمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت وكل المستوطنات وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل الرئاسة الفلسطينية ردت على تصريحات نتنياهو على لسان المتحدث الرسمي باسمها نبيل أبوردينة الذي قال إن الخريطة التي يعرفها الفلسطينيون هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولن يتم التعامل مع خرائط غيرها كما لقت تلك التصريحات رفضا من حركة حماس التي عدت الإعلان امتدادا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني إعلان نتنياهو تزامن مع تعديل الصيقة الأولى لمشروع قرار قدمته تونس وإندونيسيا في مجلس الأمن بشأن خطة السلام الأمريكية من خلال حذف إشارة لإدانة الخطة من نص مشروع قرار فلسطيني من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء والذي سيقابل على الأغلب بفيتو أمريكي ما سيدفع الفلسطينيين إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة